وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 400 و23 قضية أمونية بمضبطات بلغت أكثر من 61 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 15 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 46 طن أما في مجالي قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينهما 155 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 25 طن أقمح محلية